ما في داعي أبدا من قطع النشويات مثل الأرز والبطاطس بهدف التخلص بمشكلة مقاومة الإنسولين فجسم الإنسان قادر على التعامل مع هذه الأنواع المختلفة من المغذيات بطريقة إيجابية فعند تناول هذه النشويات مثل الأرز والبطاطس رح يرتفع من هرمون الإنسولين هذا الهرمون يعتبر هرمون بنائي رح يساعدنا على بناء الكتلة العضلية ورح يساعد على إدخال المغذيات داخل خلايا أجسامنا وعلى ملء مخازن السكر التي تسمى الجرايكوجين وكي طبعا أتفهم وجود مشكلة مقاومة الإنسولين وتأثير تناول النشويات مثل الأرز والبطاطس بالتخلص من هذه المشكلة الأيضية فتناول هذه الأكلات قد تعوقنا من التخلص من هذه المشكلة وكي طبعا كلنا عارفين أن الشخص المصاب بمشكلة مقاومة الإنسولين يعاني من ارتفاع مستوية هرمون الإنسولين بشكل مزمن وعشان يساعد بالتخلص من هذه المشكلة يجب خفض من مستوية هرمون الإنسولين عن طريق تقليل كمية النشويات مثل الأرز والبطاطس ايضا التوقف عن تناول الوجبات واتباع الصيام ولكن لازم نعرف نكتة مهمة جدا ان الشخص اللي يتناول النشويات مثل الارز والبطاطس والبطاطا الحلوة وقادر على استخدامها بطريقة صحيحة فهو في حالة صحية اكثر بكثير من الشخص الممتنع عن تناول النشويات وايضا رح يكون قادر على التخلص من مشكلة مقاومة الانسلين اكثر من الشخص الممتنع من هذه الاكلات فعشان تتخلص من مشكلة مقاومة الانسلين ابدأ بتناول النشويات مثل الارز والبطاطس ومع تناولك للنشويات ابدأ باستخدامها كطاقة عن طريق ممارسة التمرين الرياضية بانتظام بكذا رح تستفيد اقصى استفادة من ارتفاع مستويات هرمون الانسلين وهذا الارتفاع رح يكون ارتفاع حميد فكذا رح يكون قادرين على ادخال المغذيات والاحماض الامينية القادمة من البروتينات داخل الانسجة والالياف العضلية وبالتالي هذا الشي رح يساعدنا على البناء العضلي ويساعدنا على ضبط مستويات سكر الدم وايضا التخلص من مشكلة مقاومة الانسلين بدل ما انه هذه النشويات رح تتحول الى دهون ولا تقول ما يهمني العضلات اذا ما يهمك العضلات فمشوارك للتخلص من مشكلة مقاومة الانسلين يعتبر حلم صعب تحقيقه ولكن مهم جدا عند ادخال النشويات مهم جدا ان الراعي التوقيت المناسب وايضا الكمية المناسبة لتناول النشويات فبالنسبة للتوقيت المناسب لتناول النشويات مثل الارز والبطاطس والبطاطا الحيوة هي في الساعات القريبة من ممارسة التمارين الرياضية فوقتها الجسم رح يكون قادر على الاستفادة من تناول هذه النشويات على استخدامها كطاقة فورية اثناء ممارسة التمارين الرياضية فبالتالي زيادة الاداء الرياضي ايضا رح تساعدنا على زيادة الاستشفاء العضلي فممكن تناول مثلا النشويات مثل الارز والبطاطس والموز والتمر قبل التمرين مدة ساعة او بعد ممارسة التمرين مباشرة وفي هذه الساعات المهمة حاول انك تتناول النشويات وتكون مخفضة الدهون لان الدهون رح تعوقنا من عملية امتصاص النشويات ويستخدامها تطاقة فورية اثناء ممارسة التمرين وفي هذه الساعات المهمة اللي هي الساعات القريبة من ممارسة التمرين ممكن دمج النشويات مع مصادر البروتين وممكن تناول مثلا مكمل البروتين أو أي مصدر بروتين حقيقي مثل صدور الدجاج أما بالنسبة لكمية النشويات فهي تختلف من شخص لآخر على حسب شدة التمارين وتكرارها خلال الأسبوع ولكن بشكل متوسط ممكن تناول 100 إلى 200 قرام موزنة بالميزان من البطاطس أو الأرز أو ممكن تناول ثلاثة حبات من التمر أو فاكة من الموز فهذه هي الأوقات المناسبة اللي ممكن فيها تناول النشويات والاستفادة منها أقصى استفادة وفي أيام الراحة الأيام لم تمارس فيها التمارين الرياضية فعادي جدا ممكن تقليل كمية النشويات أو استخدام النشويات ما راح ترفع مستويات السكر بشكل عالي فممكن الاكتفاء في أيام الراحة بتناول النشويات مثل الفاكة فالفاكة تعتبر من النشويات الصحية اللي ما راح ترفع مستويات السكر بشكل عالي فهي مناسبة جدا في أيام الراحة اللي ما نمارس فيها التمارين الرياضية وحاولنا تكون الوجبات في أيام الراحة مخفضة النشويات قدر الإمكان اعتمد في هذه الأيام على تناول المصادر الأساسية اللي احتاجها الجسم اللي هي البروتينات والدهون الدهون الصحية الطبيعية أيضا الألياف والخضار بهذه الطريقة راح تكون قادر على التخلص بمشكلة مقاومة الإنسلين من غير ما تحس بأي حرمان وتكون قادر على الاستفادة من تناول النشويات بطريقة صحية ومع هذه الطريقة راح تكون قادر على التخلص بمشكلة مقاومة الإنسلين بشكل أسرع من الأشخاص القاطعين للنشويات والغير مهتمين بممارسة التمارين الرياضية بكذا نكون انتهينا من هذا الفيديو وحب أذكركم من أنك ممكن تكون عضو مميز لهذا القناة والاستفادة من مميزات إضافية مثل الأولوية بالرد على التعليقات والمتابعة الشخصية ولتفاصيل أكثر ممكن الضغط على الرابط الموجودة بصندوق الوصف ويعطيكم الفعافية